ننوّع على هذا البيان العاجل الذي صدر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة كانت قد باشرت أكثر من 800 قضية أو ربما يقارب 900 قضية جنائية وتأديبية وكان من أبرز هذه القضايا المعالجة القبض على 13 موظفا حكوميا وأربعة رجال أعمال وغيرهم بمبالغ تقارب 190 مليون ريال أيضا هناك قضايا أخرى تتعلق بالقبض على مقيمين من أحدى الجنسيات العربية في أثناء استلامهم لبعض الرشاوة والقبض عليهم بالجرم المشهود أما في قضية ثالثة ورابعة فالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك بالقبض على مقيمين من جسيات مختلفة في عمليات فساد ورشاوة مجمل هذه المبالغ التي تم القبض عليها أو تم استعادتها أو تم ضبطها من أجل استعادتها من الفاسدين والمخالفين تقارب الستمائة مليون ريال سعودي إذن يكون هذا بيان ثالث أو رابع وربما يكون خامس في غضون أشهر قليلة لعمل جبار ومتواصل ووتير وإيقاع متسارع من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إذن هذا البيان كان قد تم الإعلان عنه قبل دقائق من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مباشرة أكثر من ثمانمائة قضية جنائية وتأديبية تصل المبالغ فيها إلى ستمائة مليون ريال سعودي آتي إليك أستاذ سليمان يعني لن نذهب بعيدا عن مجموعة العشرين وعن المسار المالي في مجموعة العشرين مكافحة الفساد هي جزء مهم وركيزة أساسية في عمل وأجندة مجموعة العشرين هذا العام وأعوام سابقة كيف تبرهن المملكة العربية السعودية على أنها تقوم بدور إيجابي وفعال في هذه القضية نعم في الواقع أولا نحيي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة المعروفة باسم نزاهة على هذه المجهودات التي تشرح صدور المواطنين السعوديين وتبهج المجتمع السعودي كله سواء كانوا مواطنين أو مقيمين لأن الحقيقة الدولة وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وبجهود مخلصة وواضحة من سموه للعهد الأمير محمد بن سلمان الحقيقة دشنت عصر مكافحة الفساد عملا وليس قولا ورأينا هذه البيانات تترى بين حين وآخر هذا الحقيقة حفظ المال العام وصيانته من أيدي الصراق وكل الحقيقة هذا يأتي في إطار التنمية المستدامة الحفاظ على الأموال كل هذا الحقيقة يدور في دورة اقتصادية من أجل تنمية مستدامة لأن هذه الأموال لو تركت تذهب في مجارير الفساد فإنها ستعطل مشاريع مخطط لقيامها وأيضا ستعطل برامج أطلقات وربما أنه كان ينقص التمويلات فمكافحة الفساد اليوم هي جزء من المعركة مع تحدي كورونا ومع تحدي الضائق الاقتصادية لأنه اليوم كوفيد 19 وضعتنا في أجمة اقتصادية وطنية ودولية ولذلك فاليوم هذه المجهودات هي الحقيقة توفر للدولة أموال كان من الممكن أن تذهب على حساب هذه المعركة